من لعيبة الاهلي مصطفى البدري ابن من ابناء النادي الاهلي لاعب في الانتاج قالك سأقاتل امام الزمالك لكي نحقق الفوز والدتي بتتمنيني ان انا ابقى لعيف في النادي الاهلي ده ابن النادي الاهلي اللي ايه اللي بيتوعد الزمالك في المباراة القادمة موسيباني حطت عينه على احمد ريفعت بعد الاداء الواقع جدا اللي مقدمه في النادي المصري واحتمال كبير جدا ممكن ليه لا تلاقي احمد ريفعت في صفوف الاهلي في الموسم الايه الجديد اوكي اوكي جنش اه يعني اه حالة نشاز في وسط الجو ده اه كابتن حسين لبيب مباح في بعض التصريحات واجل حكى الحكاية والحدوتة وقال ايه قال راجل مفعل بشكل زيد جدا لما عايف ان هو مش هلعب ماتش السيراميكا وخد شنطته ومشي منين من المعسكر وبالتأكيد هتبقى فيه رقوبات جمدة جدا آآ عليها يعني آآ جنش بيخرج من باب اتدايق في ناتزا مالك بالمنظر ده آآ التوقيت بتاعي الازمة ولا له اي لازمة توقيت الازمة ولا له اي لازمة خسر قطاع عيد جدا من جمهور ناتزا مالك كان شايله فوق كتافه وانا بقول لكم بالموقف ده احتمال كبير ما تلاقيشش جنش موجود في سكواد ناتزا مالك الفترة اللي ايه الفترة اللي جاي كاتل حسين لبيب برضو بيصرح تصريح مهم جدا ان كاتل رون نكمل مع ناتزا مالك الموسم القادم ده برضو من ضمن التصريحات الايه المهمة اوي 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 برضو يعني آآ بيرامنز والزمالك فاتحين لينك اتصال مع بعض الزمالك عاوز دمجة من بيرامنز وبيرامنز عايز مصطفى آآ فاتحي من الزمالك واحمد فتوح هل ممكن ان تحصل صفقة آآ تبدلية انا بقول له حضرتك يعني في صفقة آآ اتعملت من العيار التقيل خلصت خلاص غير عمر كمال عبد الواحد خلي بالك غير عمر كمال عبد الواحد اللي تم اعلانه رسميا خلاص انه انتقل لصفوف نادي اللي ايه الزمالك في صفقة تقيلة بس آآ الكاتر الحسين اللبيب نكتم عليها علشان يفاجئ بيها الناس والجمهور آآ بعد آآ ما البطولة الدابري العامية تم ايه آآ حسمها آآ كارتيرون برضو يعني بيعيد التفكير في المسلوسي والحقيقة عنده حق يعني المسلوسي بعد يعني بعد الاداء آآ آآ الجنرال محمود عادت بيقول لي حسام حسن لأ لان فرج عامر طلع قالك حسام حسن امر معلق وانتوا عارفين يعني المهندس فرج عامر يعني في التصريحات وراجل ما بيخبيش بيقول على طول الجواه فراجل قالك آآ لسه حسام حسن امر معلق فبالتالي مش هتبقى هي الصفقة انه انا بقول لها حسام حسن احتمال كبيرة او يبقى دونجة يعني في الغالب ممكن جدا يبقى دونجة وهي دي المدرسة بتاعت حسن لبيب الحقيقة آآ ان الراجل يعني بيكتم على الصفقات وعلى كل حاجة حتى فيه الهندبول والصفقات بتاعت السلة والحاجات بتاعت الالعاب التانية برضو بيستخدم نفس الايه آآ نفس المبدأ آآ مؤمن زكريا يعني لازم كلنا ندعيله يعني لازم كلنا ندعيله بعد الابتلاء الكبير آآ اللي ربنا سبحانه وتعالى بيختبر مؤمن زكريا بيه ان شاء الله بإذن الله ينجح في هذا الاختبار وان شاء الله بإذن الله حتى الان هو ناجح في هذا الاختبار هو وزوجته وعيلته آآ كلها يعني بيستعين بالنادي الاهلي آآ ان هو آآ يعني عاوز عاوز الناس تساعدوا في انهم يخلصوا للتأشير بتاعة لندن هو متواصل مع دكتورة هناك من لندن علشان متابعة حالته الصحية ولازم يسافر طبعا التأشيرات في وسط الاجواء اللي انتوا شايفينها ديت صعبة جدا 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 وبالتالي محتاج مساعدة من النادي الاهلي في استخراج الايه التأشير ايمن اشرف تعبان وحسين الشحات تعبان وواضح قوي يعني ده واضح قوي يعني ان انا بضم صوتي لصوتي كالجنرال وزارة ويادة لازم برضو يساعد في الحتة دي وزارة ويادة لازم تساعد في الحتة دي انا معاك 100% معاك 100% على الاقل حتى من من يعني من الهيكل الاداري اللي موجود فيه الوزارة يعني مش لازم يساعدوا بفلوس او ماديات يساعدوا حتى يعني بالهيكل الاداري بتاع الوزارة يعني لازم بصراحة يعني بصراحة يعني لازم الناس كلها اه 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 اوكي اوكي قلت لكم خلاص انا كده الاهلي بيوفد ايه التفايد في ايه في اللعيبة اه في اللعيبة بتوعه اه ايمن اشرف وحسين الشحات احا ارتاحوا من تمينة بتاعت النهاردة عشان خاطر ايه علشان خاطر اه اه ما تبقى من الايه من المباريات اه الاول خلاص لازم اشكر السيد عبد الحفيز لان امبارح انا شكرته عندي ميدو عندي احمد حسين ميدو في 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 النهار وشكرت السيد عبد الحفيز في قناة النيل الرياضة على التصريحات المحترمة اللي هو قالها امبارح سيد عبد الحفيز امبارح قال تصريحات في غاية الاحترام في غاية الاحترام قالك لو الزمالك كسب انا هقول له مبروك جدا جدا احمد فارغ بيقول اللعيبة مرهقين بقول لك جدا وسيد الحفيز بشكره جدا برضه قالك اللعيبة مرهقين قالك الزمالك لو كسب انا هقول له مبروك اه ما برميش اخطاءنا على حد اه اه من الوارد ان احنا نكون فكرنا غلط في ملف الدوري العام وبالتأكيد عندنا اخطاء اه ممكن جدا يكون نادي الزمالك اشتغل بشكل افضل مننا في التوقيت ده ولذلك حلفه التوفيق اكتر مننا وده موجود في الكورة ده موجود فين في الكورة اه فبالتأكيد الزمالك يستحق بلقب بطولة الايه الدوري الايه الدوري العام ده كلام اللازم يتقال وده كلام المحترم الواقعي وده الكلام اللى انا قولته قولت اسباب يعني تعامل الاهلي في بطولة الدوري العام مقولتش خسارة الاهض بطولة الدوري العام لان الاهلي لسه مكسبش الدوري العام والزمالك لسه مكسبش الدول العام حتى اللحظة